بسم الله الرحمن الرحيم ومنذ غيام ثورة 19 ديسمبر يشكل المكون العسكري جزءاً أصيلاً من مجلس السيادة الانتغال ممثلاً لكل الغوات النظامية باعتباره أحد صناع الثورة وجزءاً لا يتجزأ منها وهو على العهد الذي قطعه على نفسه وللشعب السوداني في صيانة مكتسبات الثورة والمضي غدماً بالفترة الانتغالية إلى بر الأمن واستكمال مطلوباتها علاوة على التغيّد بتنفيذ الواجب الدستوري للقوات المسلحة حفاظاً على الأمن الوطني للبلاد شعبنا السوداني تأكيداً على الاجتماعات العديدة التي عُغضت بين المكوّل العسكري وقوى الحرية والتغيير أطراف الوثيقة الدستورية للفترة الانتغالية بحضور رئيس مجلس الوزراء للوقوف على الأحوال الأمنية ومناغشة غضايا معاش الناس وبغيت استحقاقات الفترة الانتغالية عملاً على دفع مسيرة الأداء وأهمها غضايا الاقتصاد والسلام كانت مخرجات هذه الاجتماعات الاتفاق على مصوفة تم أشروع في تنفيذها ويؤكد هذا على الانتماء الأصيل للمكوّل العسكري لحكومة الفترة الانتغالية وتنفيذ أهداف وغاياتها أمناء الشعب الأبي تنتشر على الساحة كثير من الأخبار السالبة والضارة بالأمن الوطني السوداني ولن تنال هذه الإشاعات المغرضة من عدد الغوات المسلحة أو الغوات النظامية الأخرى ولن تؤثر على تماسكها ووحدتها بل سوف تزيدنا قوة وعزيمة للحفاظ على وحدة البلاد والدفاع عنها بتناسق تام وتنسيغ كامل بين جميع المنظومات الأمنية بالدولة عليه فإننا نجدد العهد والوعد لجماهير شعبنا بأننا لن نسمح بحدوث ما يغوض مكتسبات إرادة الشعب السوداني والذي ندعوه لعدم الالتفاة للشائعات ولكل من يسعى للفتنة بين الغوات المسلحة ومكوناتها والغوات النظامية الأخرى ولن نتدخر جهدا في الدفاع عن بلادنا الحبيبة وشعبنا الثائر حفظ الله بلادنا من كل شر وحقق آمال شعبنا في اقتصاد معافى وسلام مستدام والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته اشتركوا في القناة